المعمورة مقبلة على محطة جديدة في مصارها الديمغرافي مع تجاوز عدد سكان العالم ثمانية ملايير نسمة في الخامس عشر نوفمبر الجري فرغم النمو السكاني يتبادئ من عام إلى آخر على المستوى الدولي إلى أن الأمم المتحدة في تقرير صادر عن المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية أكدت أن البشرية ستتخطى حجزة ثمانية مليارات بعد أن كان عدد سكان العالم الفن وثمانية مئة مليار التوقعات الأممية أشارت إلى أنه سيستمر عدد السكان في النمو ليصل ثمانية فاصل خمسة مليار في عام الفين وثلاثين وتسع فاصل سبعة مليار عام الفين وخمسين ونحو عشر فاصل أربع مليار شخص خلال عام الفين وثماني والبقاء عند هذا المستوى حتى الفين ومئة لفتت الهيئة الأممية إلى انخفاض معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في العديد من البلد من متوسط خمسة أطفال لكل امرأة إلى أقل من ثلاثة أطفال لكل امرأة ويستمر الاتجاه في الانخفاض خلال العقود المقبلة وتخفي الأرقام العالمية نوعاً ديمغرافياً حيث أن أكثر من نصف النمو السكاني بخلول عام الفين وخمسين سيأتي من ثماني دول وفقاً للأمم المتحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا الهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا مثال آخر على الاتجاهات المتغيرة ستتبادل الدولتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان الصين والهند الأماكن اعتباراً من عام الفين وثلاثة وعشرين وفقاً للأمم المتحدة سيبدأ عدد سكان الصين البالغ عددهم واحد فاصل اثنين واربعين مليار نصمة في عام الفين واثنين وعشرين في الانخفاض ليصل إلى واحد فاصل ثلاثة مليار في عام الفين وخمسين وثماني ومائة مليون فقط بحلول نهاية القرن فيما يستمر عدد سكان الهند البالغ واحد فاصل واحد وأربعين مليار نصمة في عام الفين واثنين وعشرين في النمو مع توقع أن يبلغ واحد فاصل ستة وستين بليار نصمة في عام الفين وخمسين